اشتركوا في القناة التي طالتها عبر لجلتها الأولمبية عقوبة استمرت أربع سنوات مرت عجافا على الرياضة في الكويت فلا تزال في الأذهان صور الرياضيين الكويتيين المشاركين في الألعاب الأولمبية في البرازيل سنة 2016 حضروا المنافسة وغابت الكويت لم يرفع العلم الكويتي ولم نستمع للنشيد الوطني مشهد كان مؤلم بكل المقاييس للرياضيين وكان وقعه قاسيا أيضا على الكويتيين عموما والخليجيين والعرب اليوم وقد رفع الحضر وقررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف كليا عن الكويت بعد ما كانت قد رفعته جزئيا في أغسطس 2018 وهكذا تعود الرياضة الكويتية تدريجيا إلى المحافل الدولية نفتح ملف الخلاف بين اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة الدولية نعود إلى جذوره ونتساءل هل كان قرار الحضر عادلاً ما الأضرار التي خلفها على الرياضة في الكويت وهل عبثت أصابع السياسة بالرياضة الكويتية وما هي تحديداً تحديات العهد الجديد للرياضة الكويتية قبل ذلك نتابع هذا التقرير عن هذه الفترة المؤلمة من تاريخ الرياضة الكويتية ثم نواصل ألعاب ريو 2016 مشاركة قياسية بـ 204 من الوفود الرياضية وغياب للكويت البلد الذي شارك في كل دورات الألعاب الأولمبية منذ انضمامه إلى اللجنة الأولمبية الدولية عام 1966 بما فيها ألعاب 1992 التي تلت الغزوة العراقية للكويت وراء هذا الغياب قرار لللجنة الأولمبية الدولية اتخذ في أكتوبر 2015 ينص على تعليق مشاركة الكويت في كل المنافسات الدولية وحرمانه من الدعم المالي السبب قانون الرياضة الجديد آنذاك والذي اعتبرته اللجنة الدولية معارضاً لاستقلالية الحركة الأولمبية الموقف الكويتي مر من الصدمة إلى المقاومة بمقاضات اللجنة الأولمبية الدولية ومطالبتها بتعويضات بمليار دولار لكن دون جدوى قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار ويصل إلى اتفاق حول ورقة طريق تتضمن العديد من الإجراءات بما في ذلك مراجعة لائحة النظام الأساسي لللجنة الأولمبية الكويتية وتنظيم انتخابات لتعيين هياكل ومسؤولين جدد في أغسطس 2018 واعترافاً بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الكويت بما فيها مراجعة قانون الرياضة والتحضير الانتخابات الجديدة لكل التنظيمات الرياضية قررت اللجنة الدولية رفع الإيقاف جزئياً والسماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة في الألعاب الآسيوية وألعاب بوينس آيرس للشباب تحت الراية الكويتية وفي الخامس من يوليو الماضي أعلنت الهيئة التنفيذية لللجنة الأولمبية الدولية رضاها عن تطبيق ورقة الطريق التي اتفقت عليها مع الهيئات الكويتية ورفعت عقوبة الإيقاف كلياً عن الرياضة الكويتية وتم ذلك فعلياً على ثلاثة مراحل خلال سنة 2019 بداية برفع الحظر عن الأندية الرياضية في يناير ثم الاتحادات الوطنية وصولاً إلى اللجنة الأولمبية الكويتية التي أنهت بنجاح أشغال جمعيتها العامة نهاية شهر يونيو وهو ما شكل نهاية لمسلسل مرير شهد معاقبة الرياضة الكويتية ليس فقط من طرف اللجنة الأولمبية الدولية ولكن أيضاً من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم وستة عشر اتحاداً دولياً اليوم وبعد أربع سنوات من تراجع الرياضة الكويتية على الساحة الدولية الفرحة كبيرة في الكويت والأمل مشروع بالعودة إلى المحافل الدولية فهل استخلصت العبر والدروس؟ وما حجم التحديات التي تواجهها اللجنة الأولمبية والرياضة الكويتية؟ تحديات الرياضة الكويتية بعد رفع عقوبة الإيقاف التي فرضتها عليها اللجنة الأولمبية موضوع حلقتنا اليوم وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ يوسف البيدان الإعلامي الرياضي والرئيس السابق لنادي التضامن الكويتي مرحباً أستاذ يا أهل الدكتور أهل الدكتور الله يسلمك وأنا سعيد جداً أن أكون معاكم في برنامج خليج الأرض أهلاً وسهلاً عشان نفهم المرحلة التي مرت بها الهيئات الرياضية الكويتية في السنوات الماضية نحتاج أو شيء نعرف سبب الإيقاف لماذا أوقفت الرياضة الكويتية؟ وهل كان قرار اللجنة الأولمبية الدولية قراراً عادلاً؟ ما هي الأسباب بالضبط؟ يعني في البداية بداية المشكلة كانت في الكويت هو صراع بين بعض الغيادات الرياضية وبعض الغيادات الرياضية الأخرى التي اتجهت إلى السياسة فعلشان هالتصفيات اللي صارت بينهم تم استخدام سلاح التشريع لمواجهة الخصوم في الكويت التشريع عن طريق البرلمان طبعاً عن طريق البرلمان وتم إغرار بعض القوانين التي تدخل في العمل الإداري الرياضي وهذا ما اعتبرت المنظمات الدولية ومنها اللجنة الأولمبية الدولية أن تدخل تدخل حكومي في الشأن الرياضي وهذا من المحرمات في هذه التنظيمات عدم تدخل حكومي في الإدارة الرياضية بأي بلد يعني سبب الرئيسي لإيقاف الرياضة في الكويت هو التدخل الحكومي بقرارات أو بقوانين تتدخل في الشأن الرياضي تتعارض مع الأنظمة الأساسية المنظمات الدولية منها اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الدولي كرة الغدم ودليل على هذا الكلام أنه في كل مرة من الإيقاف في الكويت يتم تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع المنظمات الدولية يرفع الإيقاف بشكل فوري فهذا دليل الواضح أن التشريعات هي سبب رئيسي في الأزمة طبعا مثل ما قلتك هو تصفيات هي هناك نواية لإبعاد مجموعة معينة عن الوسط الرياضي للأسف ما تم إبعادها بالطرق الصحيحة وهي عن طريق الصناديق في الانتخابات لكن تم إبعادها عن طريق إغرار بعض التشريعات التي تعارض مع التنظيمات الدولية طيب هل اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت الكويت مباشرة بمجرد حصول هذه التعديلات أو التدخل في القوانين أم أن هناك حصل شكوى كما يقال من الكويت أو من بعض الأطراف المتضررة في الكويت هي التي اشتكت على اللجنة الأولمبية الكويتية لا يعني وجود شكاوى هذا تبرير للطرف الآخر يبرر أنه سبب لغاف مثل ما نتعارف في الأنظمة الأساسية أو النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية أحد بنودها والتي تم نشره في جريد الكويت اليوم الرسمية وهذا أقرار انقذ الحكومة في هذا النظام الأساسي يعطي الحق للجنة الأولمبية الكويتية بالإبلاغ عن أي تغيير تطرع على القوانين المحلية الكويتية الرياضية فمن الطبيعي لما يتم إقرار أي قانون جديد حتى لو كان ما يتعارض يجب إبلاغ هذه المنظمات الدولية عن هذه الغواني الجديدة إبلاغ غير الشكوى طبعا لا يوجد شكوى في إبلاغ أنا دائما أركز أن الدور المطلوب من اللجنة الأولمبية الكويتية بناءًا عن إظامها الأساسي أن تبلغ أن تبلغ المنظمة الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية عن أي قوانين جديدة تصدر في الكويت بناءًا على هذا الإبلاغ تم إيقاف أو اعتبرت اللجنة الدولية أن هناك تدخل فأوقفت النشاط الرياضي لا لا أوقفت النشاط على طول هذه المنظمات الدولية دائما تعطي فرص يعني حصل مع الكويت ومع كثير من الدول منها سرلنكا ومنها قطر منها مصر فتعطي مهل لتعديل هذه الأنظمة والتشريعات لكن اللي صار في الكويت واجه هذا الأمر يعني وزير الشباب أنا ذاك في ذاك الوقت ومجموعة من المسؤولين في الهيئة العامة الرياضة في تعنت وعدم التعاون مع المنظمات الدولية فكانوا يقولون إذا كنت تذكر أن قوانيننا وتشريعاتنا تسمو على تنظيمات الدولية وهذا حق الكويت حق سيادة الكويت لهذه الأسباب تم يقافنا بصراحة بمعنى أنه لم يتم التجاوب مع ملاحظات ومع تنبيهات اللجنة الدولية بالضبط لكن لما تم هذا التعاون والرضوخ للمنظمات الدولية في إقرار قوانين تتوافق وتتماشى مع المنظمات الدولية في الحالتين في 2012 وفي 2019 تم رفع لغا في شكل كامل الخلاف كان على قانون الرياضة سنة 2015 ما هي النواية التي كانت لدى المشرع الذي وضع القانون من خلال هذا القانون كيف تفسر التضارب بين بنود هذا القانون وبين لوائح الهيئات الدولية ما هو محل الخلاف بالضبط هل هو مجرد وضع قانون من قبل الحكومة أو من قبل المشرع مجلس الأمة أم أن هناك في بنود معينة في حيثيات معينة في موضوعات معينة تعترض عليها الهيئات الدولية دكتور نحن خرجنا من اللفاء تم رفع الإقاف في 2012 2012 كان عندنا إقاف كان في إقاف 2012 في 2010 اللغاة 2012 سنتين إقاف سنتين تم رفع هذا الإقاف بعد إغرار مرسوم ضرورة سمو الأمير قام بإصدار قانون يتوافق مع التنظيمات الدولية فتم رفع الإقاف في 2012 بناء على هذا الكلام شاركنا في أولمبياد لندن بعدها بسنتين تقريبا وهذه الملاحظة كانت على المسؤولين في الكويت عن المسؤولين عن رياضة أن أنت رح تقريت قانونين هي ما كانت في 2015 كانت في قانون 117 سنة 2014 وقانون 25 هذه القوانين أعادت الكرة قامت تدخل في العمل الإداري في شؤون الرياضة الكويتية ومن هنا بدأت تحذيرات اللجنة النوبية الدولية أن هذه القوانين تتعارض حتى تتحاد دولة كرة الغداء من نفس الشيء قام ببعث مرسلات للحكومة الكويتية لكن للأسف المكابرة من قبل المسؤولين وعدم احترام هذه التنظيمات الدولية ما هو نوع التدخل؟ كلمني عن التدخل من خلال هذا القانون ما هو التدخل الحكومي بالضبط في العمل الرياضي؟ يعني أحد هذه التدخلات أن الأنظمة الأساسية يقوم فيها المسؤولين في الحكومة وهذا الأمر يعني غير مقبول في المنظمات الدولية دائما الأنظمة الأساسية الجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية هي من تضع هذه الأنظمة الأساسية كثير من المواد التي اعتبرتها اللجنة النوبية الدولية أنها تدخل وكانت هناك مساحة كبيرة للتعاون وعطت الحكومة الكويتية لكن بالأخير للأسف الشديد لم يتجاول مسؤولي الكويتين مع هذه التعليمات وبالتالي أدى إلى الإيقاف والطامة الكبرى كانت بإقرار غانون 34 ليعطي الحق للمسؤولين الحكوميين في حل أي هيئة رياضية من قبل الوزير المعني وهذا أمر من المحضورات بالنسبة للتنظيمات الدولية طيب هذا الأمر بالذات غير موجود في أي دولة أخرى؟ يعني لماذا؟ يعني هناك من يقول بأن مثل هذه الاعتراضات أو التعديلات هي موجودة في دول أخرى وغضت الطرف عنها اللجنة الأولمبية الدولية هل صحيح؟ لا ما هي صحيحة بالشكل المطوب لكن دعنا أقول لك أوضح لك ما هو الفرق بين الأمرين دائما يضرب المثال في دولنا في محيطنا الخليجي وتحديدا في السعودية أو في قطر فيقولون أن هناك نفس الشيء فيه إقالات في كذا لكن هناك الأخوان في هذه الدول الأشقاء في الغليج يتعاملون مع هذه الأمور تلقى المسؤول الحكومي عنده منصب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية مثلا أو القطرية إذا جمع بين هذا المنصبين القرارات اللي يتم اتخاذها يتم اتخاذها بناء على صفتها كرئيس لجنة الأولمبية وصفتها يعني مسؤول حكومي ويكون عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية يخطرها أنه بيكون عنده تغيير وعنده كذا وعنده فأهم التعاونين مع المنظمات الدولية حتى ولو كان في شكل سوري لكن القرارات لا تصدر في شكل من الحكومة تصدر في صفتهم رئيس ورأساء اللجنة الأولمبية سواء كانت في الإمارات أو في السعودية أو في قطر طيب الحكومة الكويتية حاولت انتزاع رفع الإيقاف وحتى ذهبت إلى مقاضات اللجنة الدولية الأولمبية والمطالبة أيضا بمليار دولار كتعويض وهذا لم ينجح لكن الآن رفعت رفع الإيقاف من غير مقاضات ومن غير تعويض ما السبب ما سبب رفع الإيقاف الآن ما الذي حصل ونقل الأمر من إيقاف لمدة أربع سنوات إلى رفع الإيقاف الحكومة الكويتية اتجهت إلى مقاضات اللجنة الأولمبية الدولية عن طريق القانون السويسري بناء على أن هذه التنظيمات مقرها في سويسرا وهذه كانت قبل المشاركة في أولمبياد ريو بالبرازيل وكانت مثل الفرصة الأخيرة للضغط على هذه المنظمة الدولية لرفع الإيقاف عن دولة الكويت مشاركة باسم دولة الكويت لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل شاركنا تحت العلم العلمبي مثل ما تفضلت يعني الرامي الكويتي للأول ميدالية ذهبية في تاريخ دولة الكويت للأسف الشديد نحصل عليها تحت ظل العلم العلمبي وبدون رفع السلام الوطني وهذا المنظر كنا نتمنى أن نشوف وأن يكون تحت العلم الكويتي لكن كانت فرصة مثل ما قلت لك للحكومة الكويتية الغريب أو اللافت للنظر أن بعد هذه الدورة الأولمبياد اللجنة الأولمبياد الدولية شرضت ثالث شروط هي تعديل الغانون بما يتوافق مع التنظيمات الدولية اللي رفع الإيقاف وسحب هذه القضايا سحبها يعني ما لها أي جدوى والأمر الثالث عودة الاتحادات اللي تم حلها ما الذي حصل من هذه الثلاث شروط تم تطبيقها بالكامل تم تعديل قانون نعم نعم تم تغيير الغانون من خلال المجلس الأمة وهذا الأمر متى عدل القانون عدل في شهر 12 2017 التعليم الكويتية كانت مستغيرة لكن بتعليمات من سمو الأمير ودع المجلس الأمة إلى أغرار هذه الجلسة والحمد لله بفضل من رب العالمين تم أغرار هذا الغانون الإقرار تم في 2017 لماذا لم يرفع الإيقاف إلى 2019 لأنه تم وضع خارج الطريق تضمن ثلاث مراحل التأكد من هذا الغانون الأمر الثاني عمل انتخابات الهيات الرياضية تبدأ بالأندية حصل هذا الشيء؟ نعم تبدأ بالأندية وثم الاتحادات الرياضية ومن التالي آخر محطة كانت اللجنة العنوبية الكويتية فلذلك انتخابات اللجنة العنوبية الكويتية كانت آخر محطة قبل شهر تقريبا أو أقل لذلك تم رفع الإيقاف بشكل كامل عن الكويت وهل سحبت القضايا؟ نعم سحبت كل القضايا على التنظيمات الدولية الآن عرفنا ما حصل كيف أثر ذلك على سمعة الكويت في المحافر الدولية وفي الأوساط الرياضية يعني هذه ثالث عقوبة تقريبا يعني في عقوبة في 2007 على ما أظن 2008 2008 وفي عقوبة مثل ما تفضلت قبل شوي في 2010 وعقوبة أخرى أيضا في 2015 يعني ثلاث مرات تتعرض الكويت لعقوبات أطولها كانت الأربع سنوات الماضية ما أثر ذلك على الرياضة الكويتية في نظرك؟ يعني بكل تأكيد لغاف على على أي بلد خاصة في هذه المدة الطويلة أكيد تأثير سلبي جدا يعني هناك أجيال انتهت في الألعاب كلها يعني تخيل لاعب عمره 28 سنة في 2015 بعد أربع سنوات وصل إلى عمر يعني 32 سنة هذا انتهى يعني أطاع الرياضي يعني خلاص يعني وصل إلى مراحل الاعتزال يعني كيف أثر على سمعتنا أمام المنظمات الدولية لو تلاحظ في لما تم رفع الإيقاف عن طريق التحاد الدولي لكرة الغدم المسؤولين في المنظمات الدولية ما كان عندهم أي ثقة في المسؤولي الكويتية فلذلك احتجنا إلى وسيط يحظى باحترام المنظمات الدولية وهذا كان عن طريق الأخوة المسؤولين في دولة غطر كان بطلب من القيادة السياسية الكويتية بالتدخل لرفع الإيقاف وهذا اللي حصل بالضبط وتم رفع الإيقاف عن الكرة الغدم تحاد الدولي كرة الغدم رفع بعيد عن الألعاب الأخرى فكان المدخل في رفع الإيقاف كان من الأشقاء في قطر وبالتالي صار فيه تعاون أيضا مع المنظمات اللجنة الأموبياء الدولية أدى إلى رفع الإيقاف بشكل كامل طيب الإيقاف يعني الحرمان من المشاركة و أيضا الحرمان من المساعدات و دعم الرعاة كيف أثر ذلك خلال أربع سنوات على أداء الاتحادات التي تشكل اللجنة الأولمبية و على المنشآت و على البرامج الرياضية هل الآن بعد أربع سنوات إيقاف أصبح العودة مرة أخرى صعب؟ لا يوجد شك أنها ستكون صعبة جدا يعني أنت تتكلم عن تجميد لمدة أربع سنوات كثير من البطولات على مستوى الفريق الأول أو على مستوى الناشئين طلعنا منها لا يمكننا أن نشارك فيها هذا لها تأثير سلبي على أعداد اللاعبين و على استمرارية البطولات و المشاركة في هذه البطولات لكن ما في شك أنه رفع لقاف فرصة ذهبية لعادة الأعداد هذه الفرق مرة أخرى و إن شاء الله قادرين يعني بإذن الله على الدخول في أجواء الناشئين و المحترفين تأثر مستواهم؟ طبعا أنا أذكر كانت أحد الفعاليات في دولة الكويت طلبوا من بعض المحترفين للاعبين محترفين مشاركة أغلب هذا اللاعبين وصلوا لكويت تخيل لكن وصلوا من فاكس من الاتحاد دولي كرة القدم يمنعهم و يحذرهم من اللعب في هذه البطولة في دولة موقوفة رياضيا فتخيل يعني أن حتى ممنوع من الدول الأخرى من لاعبين آخرين مشاركة في الفيلم طبعا ممنوع يشارك أن أنت محظور دولة و لما تروح تشارك كلاعب محترف كان قاعد تعطي دعم شارعية للدولة الموقوفة و هذا أمر مرفوض يعني عندهم بالنسبة لللاعبين الكويتيين اللاعبين المنتخب و الآن هل سيعاد تشكيل منتخب من جديد مثلا هل لاعبين سيخرجون سيدخل اللاعبين جديد يعني يحترق هل هناك الآن خطة حتى لإعادة تأهيل المنتخب من جديد هذا الدور مفرد يكون دور الاتحادات الرياضية في المرحلة القادمة خصوصا بعد رفع الإقاف خصوصا بعد أعلان المسؤولين في الرياضة الكويتية أنه بعد رفع الإقاف بشكل كامل أنه هناك فرصة ذهبية لتطوير كل هذه الفرق ومشاركة في المسابقات الدولية كلها فإن شاء الله نتمنى أن تكون في مشاركات فعالة لدولة الكويت في بداية شهر يوليو انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية مجلس إدارة جديد يرأسه الشيخ فهد ناصر فهد ناصر صباح الحمد هل يشكل هذا الآن بداية عهد جديد للرياضة الكويتية كيف تنظر لهذا المجلس الجديد يعني أنا أنظر لهذا المجلس كمجلس انتقالي لفترة طبعا انتقالي لسبب بسيط لأننا مرينا فيه سنوات عجاف لا تنسى أن قضية الإيقاف من 2007 تغريبا هو هاجس مثل الرياضة الكويتية هذا المجلس صحيح ما يملكون خبرات في الرياضة لكن وجودهم كحيادين الأسماء اللي موجودة كحيادين يعطي فرصة وبارقة أمل أن إن شاء الله يقومون في دورهم في هذه المرحلة الانتقالية فبالعكس ندعمهم ونشجعهم أتمنى منهم خصوصا في وجود بعض المخضرمين منهم مدير المجلس الأمبولاسي وموجود أعتقد أنه فرصة ذهبية لتطوير الرياضة واحترام هل هذا المجلس فعلا محايد هل شارك في الصراع في الهترة الماضية محسوب على أحد الأطراف لا لا بالعكس لا لا هم يمثلون الحياة حتى أغلبهم لأول مرة يدخل الرياضة الكويتية لكن صحيح ما فيه خبرات مثل ما قلت لك لكن وجودهم كمحايدين وفي هالفترة بهالتوقيت هذا هذا شيء إيجابي يعني طيب كان فيه كلام عن دعم الأشقاء الخليجيين للرياضة الكويتية أكيد أن مثل هالأزمة التي مرت فيها الرياضة الكويتية حركت أطراف خليجية كيف تقييمك لهذه التحركات الخليجية يعني مثل ما قلت لك الاتحاد الدولي لكرة الغدن بعد بعد إقرار القانون قانون الرياضة لتوافق مع التنظيمات الدولية بدأت الكويت تطلب المساعدة من الأشقاء في قطر طبعا أكثر من دولة خليجية قالت أن تدخلنا لكن أنا أنقل تصريحات المسؤولين الكويتين فأحدد دولة قطر يعني هو في تصريح عفوا في أكتوبر 2017 وزير التجارة والصناعة وزير دولة الشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قال بأن الأزمة مع الفيفا في طريقها إلى الحل بفضل وساطة قطرية هذا كلام وزير الشباب الكويتي صحيح حتى الإجتماعات صارت في قطر صرح في ذلك الوقت تركي آل الشيخ قال بأن نحن نسعى الآن أيضا بالتنسيق مع المسؤولين في رفع الإيقاف عن الكويت لكن في المقابل لم يصدر أي تصريح من مسؤولين كويتيين يعزز هذا الشيء يعني بالضبط يعني أنا قاعد أقول لك كلام المسؤولين الكويتيين وكان الوساطة القطرية كانت واضحة يعني حتى الاجتماعات كانت يعني كانت في قطر والتواصل كان مع الأخوة القطريين بحكم العلاقة القوية لتربطهم بالتحاد الدولي وتنظيمهم لكاس العالم 2022 فكانت علاقتهم قوية جدا مع رئيس تحديدا رئيس التحاد الدولي كرة الغدم الذي ساهم في رفع الإيقاف بعد إقرار قانون التوافق مع التنظيمات الدولية الآن توقعاتك أنت لأداء المتخب الكويت أو الرياضة الكويتية في الفترة القادمة هل ستحقق نجاحات سريعة أم أن الأمر سيأخذ وقت حتى تستعيد عافيتها مرة أخرى يعني المنطق يقول أننا نحتاج وقت طبعا نحتاج إعداد ونحتاج إلى أوجه جديدة أجيال تغيرت لا نتمنى أن نترجع الرياضة الكويتية بسرعة لكن المنطق والعقل يقول أن تحتاج غل من عشر سنوات حتى تنهض مرة أخرى الرياضة الكويتية هل انتهى الاصطفاف الرياضي في الكويت بعد المجلس الأولمبي الجديد؟ هل انتهت وضعت الحرب أو زارها أصبح أطراف النزاع أو أطراف الخلاف أو أقطاب الصراع يعني وضعوا أسلحتهم وسلموا لللجنة الجديدة ولن نشهد أيضا صراعا جديدا من هذا النوع شوف دكتور دائما إذا بعد تطبيق هذه القوانين التي تتماشى مع تنظيمات الدولية كل بقية الأمور تكون سهلة جدا هذه الصراعات تتجدد في وقت الانتخابات في كل أربع سنوات تبدأ الصراعات ويبدأ الاصطفاف وتبدأ التكتلات وهذا أمر طبيعي في أي عمل انتخابي يعني لكن في هذه المدد يفترض أن الشعار يكون هو رفع يعني اسم الكويت في المحافلة الدولية ويجب تكاتف الجميع خاصة في هذه المرحلة حتى لو كنا مختلفين يعني هذه المرحلة مرحلة التعاون يفترض أن تكون مرحلة التعاون ما هي مرحلة اختلاف أما إذا جاء وقت الانتخابات فلكل حادث هدي متى ستكون أقرب الانتخابات؟ بعد أربع سنوات بعد أربع سنوات إن شاء الله بإذن الله فنحن قد نكون بعد أربع سنوات هدنا عندنا هدنا أربع سنوات هدنا لمدة أربع سنوات توقعاتك خلال الأربع سنوات هذه تحل الأمور وتهدأ نبرة الصراع ونبرة الخلاع أم أنها تعود أقوى؟ لا أنا أتوقع أن إن شاء الله بعد هذه الأزمة التي مرنا فيها وبعدها التجربة السيئة بصراحة يفترض أن الكل يتعلم من هذه التجربة المريرة وإنتمنى إن شاء الله أن الأمور ترجع للأفضل ترجع رياضة الكويتية كما كانت في السابق وأن يتم التفرغ للرياضة كرياضة بعيدا عن التدخلات السياسية بالضبط والآن يجب الاهتمام بالجمع والفنية بالرياضة بعيد عن الصراعات الإدارية في الرياضة يعني يفترض أن يكون هناك يعني الاحتراف بشكل كامل احتراف إداري احتراف رياضي دعم ميزانيات كثيرة للرياضيين هذه المرحلة المطلوبة الآن في الفترة هذه الأقل في الأربع سنات الغادمة عشان ننهضوا الرياضة الكويتية جيد أستاذ يوسف البيدان الإعلامي الرياضي ورئيس نادي التضامن السابق شكرا لمشاركتك معنا شكرا لك دكتور والشكر وموصول لكم أيضا على حسن المتابعة أنا سعد باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على صفحات تواصل اجتماعي للتلفزيون العربي ألقاكم الأسبوع المقبل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة